اشتركوا في القناة المشاهدين يسعدني أن أكون معكم في هذه اللحظات في برنامج عيادة الصحة بقناة الصحة والجمال ويسعدني أن أتقدم إليكم أنا أشرف حسن عثمان أخي السيطرة في راحة العيون والليزك وعضو الجمعية الرمادية المصرية موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن مرض شائع جدا وهو منتشر جدا في الوطن العربي وفي المناطق الحارة ألا وهو مرض الرمض الربيعي خالينا الأول قبل أن ندخل في تفاصيل الرمض الربيعي أعيزنا نعرف إيه هو الرمض الربيعي نعرف الأول ما هي الأعراض التي تؤدي إلى التي تظهر على الرمض الربيعي أولا لازم نعرف أن الرمض الربيعي هو عبارة عن شق من حساسية العربي والحساسية المزمنة التي تظهر على الأطفال هذه الحساسية بيكون الطفل يعاني منها منذ ولكن الأمر تبتري تكتشف هذه الظاهرة في الطفل في بعض سنوات معينة من عمر الطفل أولا نعرف إيه هو الرمض الربيعي الرمض الربيعي هو عبارة عن نعمز من الحساسية بتأثرها الجهاز المناعي الجهاز المناعي المسؤول عن الخلايا المناعية الخلايا المناعية دي بتطلع هرمون اسمه الامونوغلوبلين الامونوغلوبلين دا تقول عن المناعة والامونوغلوبلين دا لما بيتأثر بيحصل فيه حساسية وبيحصل فيه التهابات وتفاعل الخلايا في الجسم زيها زي حساسية السدر والحساسية اللي في الجلب أولا لازم نعرف إيه هي الأعراض اللي بتشكي منها يشكي منها الطفل وبيبقى موجودة معاه منذ البداية أولا الطفل بيحس بهرش شديد جدا في عينيه بيعود يدعك في عينيه الطفل وبيحس بيبقى فيه إحمرار في العين يصاحب ذلك ظهور اللي هو اللي بنسميه الإفرازات الموجودة عبارة عن إفرازات مائية بتبقى لازجة هذه الإفرازات بيتصاحب أن الطفل بعدها بيحس بحاجة اسمها الفوتوفوبيا الفوتوفوبيا أنه الطفل نفسه مش قادر يبص في الضوء الشديد وبعدين بيحصل أن الضوء الشديد بيحصل فيه مش قادر يبص خالص في أي إضاءة لشمس ولا أي حاجة طيب هنشوف عندنا سؤال الحلقة للمشاهدين في المنازل هل تؤثر الروائح النفازة على سلامة عينيك؟ ده سؤال الحلقة معنا النهاردة وهنستنى إجابات حضراتكم أو ردود حضراتكم على القناة بعدين نعرف من بعد إيه الأعراض وإزاي تشخص الرمض الربيعي الرمض الربيعي ده بيجي في فترة من فصول السنة الفترة دي هي فترة الصيف أو فترة الربيع فترة الربيع دي معروفة بتفتح حبوب اللقاح حبوب اللقاح لما بتتفتح بيحصل فيها بتفرز مواد مسببة للحساسية بيعاني منها المرضى الناس اللي هم عندهم حساسية على أعينهم وخاصة الأطفال طيب السؤال اللي هي إيه هي الفئة العمرية اللي بييجي فيها الرمض الربيعي الفئة العمرية بتبدأ في العشر سنوات الأولى من عمر الطفل وبعد ذلك يستمر ظهور الأعراض على الطفل حتى يصل الطفل إلى ما يقرب إلى 15 إلى 16 سنة وبعد ذلك قد تختفي هذه الأعراض ثم تظهر مرة أخرى في أوائل العشرين بيبقى فيه هرش وبيبقى فيه إفرازات وبيبقى فيه دموع وبيبقى فيه الطفل بيبقى موجود معه الإحمرار في العين طيب أولا الناس اللي هم أكثر عرضة للإصابة بالرمض الربيعي زي ما قلنا الناس المتعرضين للدخان وللأتربة وللشمس والناس اللي هم بيبقوا موجودين في أماكن مزدحمة والناس اللي هم موجودين في أماكن مشمسة وجوحر والناس اللي هم بيبقوا موجودين في المزارع وفي المساحات اللي هي بيبدأ فيها تفتيح حبوب اللقاح طيب أولا لازم نعرف حاجة طرق العلاج إيه هي بالظبط طرق العلاج تنقسم إلى أقسام عديدة منها أولا القطرات الموضعية التي يصفها الطبيب لازم أن الطبيب الأول قبل أن يصف القطرات التي يضعها في عيون المريض لازم يكون مشخص تشخيص كويس جدا لأن الرمض الربيعي يتشابه مع العديد من الأمراض المختلفة يضع الطبيب القطرات في عين المريض بناء على وصفة طبية القطرات منها إما موضعية أو إما منها العلاج يبقى ممكن يبقى علاج عن طريق الفم عن طريق مضادات الحسسية القطرات دي بتشمل أشياء كثيرة منها ما هو موجود أو منها ما هو إيه يعني بيبقى مصبط لجهاز الحسسية في العين فبتهدى العين وبتاخد مجالها الطبيعي وبالطفل بيرتاح وما بيحسش بأي حرقان ولا بأي احتكاكات القطرات دي تتمثل في أشياء كثيرة منها الكورتزون ومضادات الحسسية اللي هي الأنتهيستامين القطرات دي المادة اللي فيها نفسها بتتفاعل مع الحسسية وتتفاعل مع الجهاز المناعي بتهدي من الجهاز المناعي بحيث أن العين تستجيب لهذا العلاج أولا القطرات دي ممكن يبقى منها اللي هو الموضعي نحن بنحط أطرق أو سواء كانت مراهب في طرق تانية أننا بأخذ المادة دي اللي هي مضادات الحسسية أو الاستيرويد أو الكورتيكوستيرويد أو اللي هو الكورتزون زي ما احنا عارفينه أنه بيتم حقنه في المنطقة المصابة بالرمض الربيعي طيب الحقن المادة دي نفسها نطلع فاصل ونكمل معه أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا كنا بنتكلم عن الرمض الربيعي وكنا بنتكلم عن طرق العلاق وطرق العلاق دي قلنا بتشمل الأشياء الموضعية التي يصفها الطبيب والأشياء اللي هي النتيجة اللي نحن بنحقن مادة في جفن العين أو في ملتحمة العين المادة دي بتصبت الجهاز المناعي في هذه المنطقة وتهدئ من هذه الالتهابات طيب إحنا عايزين نشوف إيه هي الطرق الحديثة لعلاج الرمض الربيعي هناك طرق حديثة لعلاج الرمض الربيعي لما بيظهر على القرانية أو على الملتحمة عتمات على القرانية بيتم نوع اسمه كحت القرانية وكحت القرانية ده بيتم عن طريق الأجهزة الحديثة بتتم بيه عن طريق الليزر وبيتم في هذه الإجراءات إزالة الطبقة المعتمة من القرانية حتى تصبح شفافة مثل باقي أجزاء القرانية لأن الرمض الربيعي بيأثر على الأطراف اللي هي المحيطة بالقرانينية أو هو النيني الأسود اللي إحنا بنشوف وبرضو فيه اللي هي إزالة بعض الأشياء اللي هي موجودة في الأسار بتاعت اللي هي الرمض الربيعي اللي هي مكان الحبيبات اللي بتبقى ظهرة إحنا بنشيلها عن طريق أن إحنا بنعمل كحت للملتحمة اللي هي موجودة خلف الجف المضاعفات اللي بتحصل منها إن إحنا قلنا أول حاجة أن الطفل مش عارف يشوف كويس جدا بتأثر على ممكن على مدى الرؤية حتى هو لو معهنا الضارة لبسها برضو بتبقى مأثر لأن طبقة الدموع اللي هي موجودة اللي موجودة على الغشاء اللي هو المبطن لملتحمة العين والمبطن للقرانية بتؤدي إلى زغلالة هذه الزغلالة بتؤثر على الرؤية في مباع برضو فيه من المضاعفات اللي إحنا ممكن نتكلم عنها اللي هي ممكن تحصل فيه عتامة القرانية ودي من الحاجات اللي إحنا قولنا نتكلم عن القراءات الليزر فيها نحنا بنتدخل قرحين نحنا ممكن نعمل كحت لهذه الطبقة ونزيل هذه العتامة برضو إيه هي إحنا عايزين نشوف الستات في البيوت وإزاي إحنا يعني إيه هي طرق الوقاية والمحاذير اللي ممكن نعملها في البيت أو اللي إحنا ننصح بيها الناس في البيوت عشان ما يقلهم شي اللي هو الرمض الربيعي الحاجات اللي إحنا ممكن ننصح بيها الأوم في البيت أولا ملاحظة الطفل منذ هو موجود في البيت إنه هل هو بيدعك في عينه هل هو بيحصل فيه حرقان في دموع فيه إحمرار في العين فيه أي زغلالة فيه أي مشكلة في الرؤية بعدين هي بتبص عليه بتشوفه وبعد كده بتوجهه وتتوجه به للطبيب الطبيب اللي هو بيخص حالة الطفل وبناء عليه بيكتب العلاج المزبوط والملازم والمحاذير إننا برضو يعني إقراءات وقائية إننا برضو ما تعرضشي ما تعرضشي للأتربة والدخان وعوادم السيارات وإننا برضو لازم أبعد عن الأماكن المزدحمة وابعد عن الأماكن اللي هي موجود فيها تفتح حبوب اللقاح والأزهار والأماكن اللي هي المفتوحة بعدين إننا لازم أننا أسمع كلام الطبيب لازم أننا أخذ العلاج اللي هو وصفه الطبيب سواء كان عبارة عن قطرات أو سواء عبارة عن أي أحاء أو أي حاجة وصفه الطبيب لازم أننا أطبأ الكلام ده كما مثلما يأمر الطبيب المتابعة لحالات الرمض الربيعي مهم جدا أننا أتابع حالات الرمض الربيعي ولو على الأقل شهريا حتى يستطيع الطبيب من الممكن أن يغير العلاج أو يصف وصفات أخرى على حسب الحالة التي يتراءها هل هناك أجهزة حديثة تستخدم في المستشفيات لعلاج أمراض العيون مثل الرمض الربيعي ومضاعفات الرمض الربيعي زي ما قلنا اللي هو حالات أجهزة الليزك اللي احنا بنكحة بيها إقترانية أو بنشيل الطبقة اللي هي موجودة اللي هي حصلت فيها عتامة ودي بتبقى عتامة مزمنة وموجودة ونتمنى أن هي ما نصلش إلى الحالة دي لأن الرمض الربيعي بيؤدي في النهاية إلى مضاعفات كثيرة جدا زي ما تكلمنا عنها أولا إحنا زي ما قلنا برضو كمان ما نعودش في أماكن فيها دخان أو مثلا إن إحنا ما نكونش نشم روائح والروائح دي برضو بتؤثر على ملتحمة العين لأنها بتعمل تفاعل التفاعل ده بيؤدي في النهاية إلى ظهور حساسية العين وتهيج ملتحمة العين ويحس المريض بعدها بالتهابات وبحساسية وبدعك في عينيه شرير جدا زي ما قلنا برضو الناس لازم في الفترة الصيف نخسل يدينا كويس جدا ونخسل عينينا بالمية اللي هي مية من الحنفية علشان المية البردة بتؤدي إلى أن هي تهدئ من الالتهاب وتهدئ من الحساسية وما نعودش في أماكن لا فيها طراب ولا فيها أي حر يريد نعود في أماكن لطيفة ما تبقاش المكان مزدحم أو المكان فيه أي عوادم سيارات أو أي أتربة ونبعد كمان عن الأماكن اللي هي فيها تدخين وخاصة تدخين السجال لأنه بعدها بتؤثر بطريقة مباشرة على الطبقة الملتحمة والقرانية بسهل طيب الرمض الربيعي منتشر في الأماكن الحارة منتشر في الأماكن في جنوب أفريقيا وفي الأماكن اللي هي بتبقى فيها التقسي فيها حار وإحنا بنكتشف هذه الحالات يعني قد تكون إسبوراديك أو قد تكون يعني أنه الطفل أو المريض مر على الطبيب بيبص في عينه وبيشوف أنه فيه رمض ربيعي وفيه التهابات في العين وبالتالي بيشخصها الطبيب ألو ألو السلام عليكم السيد محمد إنتصال لحضرتك معنا أنتصال يا سيد محمد ألو 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 تفضل يا فندي ألو السلام عليكم ألو 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 سلام عليكم كلها مع الأمر بركاته أتفضل يا سيد محمد تفضل الله يبارك فيك أهنع بس الشرطة كده عيد الشرطة يعني الله يبارك فيك كل سنة وحادتك طيب طيب يا فنديم أتفضل حضرتك لو أتفضل حضرتك لو عندك استفسار أتفضل حضرتك لا أنا استفسار والله أطلب من الله يعني ربنا هو الشرطة والجيش وعايز بإذن الله يعني استقرار حلو كده والحمد لله ربنا ربنا يبارك فيها تفضل تفضل كل سنة وحادتك طيب يا سيد محمد فطرق العلاج وطرق الوقاية إن احنا برضو لازم نبعد عن الأماكن اللي هي مزحمة والأماكن اللي فيها أتربة والأماكن اللي فيها دخان ونلقى للطبيب عشان هو الطبيب اللي هو منوت بالحالة وهو بيشخص الحالة بالذي في بعض الحالات كانت جاتنا في المستشفيات في حالات متأخرة جدا الطفل سيبينه إنه هو ما كشفش ولا ما رحش لأي طبيب خالص وبالتالي إنه هو حصل عنده بداية رمض ربيعي ولم يكتشف فيه سنوات يعني مبكرة ولكن الطفل عانى من أعراض وعانى من مشاكل في العيون أدى في النهاية إلى وجود مضاعفات اللي إحنا تكلمنا عنها إحنا ما بن يعني بننصح لازم أي طفل يحس بالعراضة اللي زي ما إحنا قولنا فيها دي تكلمنا فيها لازم إنه هو أمه أو توديه للطبيب علشان يشوفه ويشخص الحالة بدري تشخيص الحالة بدري والمتابعة الشهرية والدورية للمرمض الربيعي مهم جدا جدا لأنه الموضوع ده قد يكون إحنا بنكون نقلل من عدد الأدوية أو العقارات اللي إحنا بنديها للمريض علشان ما يحصلش أي مضاعفات ولا أي التهابات فيما بعد أو أي تدخل إحنا بنلقى هناك بعض التجارب حصلت بر مصر حاليا دلوقتي تجارب على بعض القطرات وبعض الأدوية ولكن هذه تحت الأبحاث علوه السلام عليكم معنا اتصال علوه السلام عليكم ازيك يا دكتور ازيلاي خليك يا سيد بحمد منور الحلقة كلها الله يبارك في حضرتك اتفضل يا سيد الحمد كان عندي سؤال يا دكتور كنت عايزة للتفسر منه ومنك يا دكتور اتفضل حضرتك أنا كان عندي واجع في عناي يا دكتور وإذا غلالها وقاتت يعني جمد أول لما بجي مثلا نازل من على السلم أو طالع أو الكلام ده ماشي كشفت كذا مرة عندي كذا دكتور وكتب لي نظارة ماشي لكن يعني ما فيش ما فيش تقدم في العلاج يعني أنا لابست نظارة لكن ما فيش مثلا إيه يعني ما فيش تقدم من هنا مثلا إتشافيت منه فكنت عايزك تراحك يا دكتور من حيث العلاج طيب فيه هرش في عينيك ولا حاجة يا سيد محمد أو أوقت يعني بيوبة فيه هرش ومسلا بعملها بإيضاءة كتير عند حضرتك كم سنة يا سيد محمد عندي 24 سنة طيب شكرا يا سيد محمد هو لسيد محمد بيسأل عن حاجة اللي هي اسمها ضعف النظر لازم أولا طبيب وصف لي نظارة النظارة دي أولا لازم مع لسيد محمد ده لازم أنه يلبس نظارته على طول لأنه ما ينفعش أن أنا معي نظارة أن أنا يعني إيه ألبسها على فترات وبعد كده أسيب النظارة بتاعتي والنظارة دي أهم حاجة في الموضوع ده إن هي متابعة بيها كل على أل كل يعني سنة أو كل ست شهور على أل التغير اللي بيحصل في قصر النظر ولا طول النظر ولا سواء في السيجماتيزم في برضو اللي هو سيد محمد بيشكي من اللي هو الهرش أو الحرقان اللي بيحصل في عينيه وممكن يحصل نتيجة للحرقان والهرش ده دموع الدموع دي بتعمل طبقة طبقة خفيفة جدا قدام القرانية العين فتؤدي إلى إزاغلالة في العين قد يكون السبب من الحرقان أو من الحساسية اللي عنده هو يلقى إلى الطبيب يأخذ أثرات ملطفة أو مهدئة لموضوع الحساسية مع الاستمرار على نظرته وعلى المتابعة هناك لو السيد محمد برضو مش يعني مش حابب موضوع أنه يلبس نظارة ممكن يلقى لهي الفحوصات اللي زيك واللي هي عملية الفيم تولي زيك اللي هي بديلة للنظارة بس أنا بنصح السيد محمد أنه ما يحطش أي عدسات لسقة في عينيه لأنه هو الظاهر من حالته كده أنه عينيه حساسة جدا وياريت ملجأشي للعرسات اللاسقة لأنها بتؤدي بتزيد درجة الحساسية عند المرضى أولا برضو إحنا بنتكلم يعني ملخص لي الرمض الربيعي قولي زي ما قلنا هو نوع مزمن من الحساسية بيجي في الأطفال في السنوات العشر الأولى وبعد ذلك بيتم متابعة الطفل بعد ذلك بيختفي على 16-17 سنة وبعد ذلك ممكن يرجع تاني في أولي العشرينات بس أهم حاجة أننا لازم نتابع ونرح للطبيب علشان يصف المرض ثانيا الطرق الوقائية زي ما تكلمنا عنها أننا لازم أخذ المحاذير وطرق الوقائية متعرضش إلى الإجتريبة متعرضش لي الدخان متعرضش لي الشمس متعرضش لي الأماكن اللي هي مزدحمة متعرضش لي الأماكن اللي هي في فترة الربيع وتفتح حبوب اللقاح حتى لا تؤدي إلى يعني إصارة الجهاز المناعي عند في الملتحمة في ملتحمة العين ويؤدي إلى حساسية الحساسية المزمنة أو ما يسمى برمض الربيعي نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معكم الدكتور أشرف عثمان أخي الصيطب وجراحة العيون والليزك وعضو الجمعية الرمادية المصرية في برنامج عيارة الصحة في قناة الصحة والجمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة